أصدر تمس لجنة والانضباطية التابعة للرابط المحترف لكرة القدم عددا من العقوبات الخاصة بالجولة الثامنة للمحترف الأول وتعتبر الجولة الثامنة الأكبر من ناحية عقوبات اللعبين والتي امتدت إلى أكثر من 12 عقوبة أبرزها ربيع مفتاح وعبد الرؤوف شويطر من نصرية وأحمد جعجع من أهلي البرج والذين عقبوا بأربع مباريات كاملة اثنين منها غير نافذة بالإضافة إلى كل من مارسل كوكبو لاعبوا شباب الوزداد وارضا بن سايح لاعبوا شبيبة القبائل بثلاثة مباريات نافذة بالإضافة إلى مختلف العقوبات المالية